من هم شعوب المريخ هل هي كائنات بشرية مثلنا أم من أساسا هم يعني فمرة أخرى يعني هو طالب طرح هذا السؤال وأنا كنت أفكر بهذا السؤال هذا السؤال جدا مهم أي ما بعرف إلا ممكن نتصل معهم أقصد أو ممكن نشاهد الوثائق يعني هل هو مذكور بالوثائق لكن أنا بالنسبة إلي أنا أريد أقولكم حاجة هم كائنات بشرية مثلنا أي ممكن الشكل يختلف العمر الأعمار لكن لكن هم تماما مثلنا أنا أقول لك يعني وأيضا بالمناسبة أنت يعني ذكرتي هذا يعني هذا السؤال هي مش فقط بالمريخ أنا وضحتها وأيضا وضع يعني حمنا أو رفعنا هذا المناقش هي مش فقط بالمريخ هي بالمريخ وزحل وعطارد نعم في كل في كل الكواكب الآن السؤال مرة أخرى مثلا في كل الكواكب من هم مرة أخرى يعني في كل الكواكب يعني من هم الكائنات في عطارد ومن هم الكائنات ها في الزهرة أنا أقول لكم باعتقاد أيضا كائنات بشرية مثلنا هي حتى لو نقول كائنات كونية يعني نفترض الآن كائنات كونية نفترض فهي ممكن تكون أيضا من سلالة الإسودين أو سلالة الاندروميدان يعني أيضا أقصد عندهم الذراع والأرجل والرأس معايا أستاذ يعني لا أسألت هذا السؤال لأني سمع شاهدته في فيديو لشخص ويعني طرح كائنات الاندروميدان النهي التي تلسل في المريف لا مش هي بس بس لا مو هو هنا لا أريد أريد هي مش هكذا مو هي أي فصيلة من الاندروميدان مو إحنا الاندروميدان يعني إحنا الآن مثلا كجنس بشر وإحنا قلنا إحنا كجنس بشري إحنا إحنا نعود للسلالة الاندروميدان البليديان أيضا ينتمون إلى الاندروميدان البليديان الإسوديين ينتمون إلى الاندروميدان تعرفون فهي هذه لا هي هذه تماما موجودة موجودة في في هي المريخ و حتى يعني حتى عطارد الزهرة وموجودة مرة أخرى مدن وشوارع وكفتريات نعم لكن عزلت كما إحنا وضحناها بالمناقشة السابقة عزلوها أنه مثلا هم قالوا يعني برمجوا مثلا شعوب المريخ أن الأرض جافة تصحرت وضحنا يعني أقصد في هاي المناقشات أي وحتى بالأرض نفس الشيء أيضا برمجوا قالوا أنه على أساس المريخ متصحر أي من أجل أنه واحد ما يتصل مع الثاني وكذلك عطارد نفس الشيء يعني عطارد شعوب عطارد ممكن تعتقد المريخ جاف والأرض جافة لاحظ شعوب عطارد كما إحنا الآن لو تسألين شخص تقولين تسألي شخص قولي له ماذا تعتقد حول عطارد يقول لك فاضي فارغ بارد جاف حار هيك يعني أقصد لكن هي لا هي كلها كائنات تعيش فيها وطبعا موجودة لدراكونيا بالمناسبة والزواحف يعني هي سابقا أقصد يعني بالمريخ بالقمر بالزحال موجودة لدراكونيا والزواحف سابقا اللي هي كانت ممكن مسيطرة نعم مسيطرة على يعني على المجموعة الشمسية في السابق في السابق أنا باعتقاد هي بعدها هي بعدها سوف تنكشف أكثر الأمور شبابنا وتتعرفون أكثر على يعني حتى على أشكالها تماما الكائنات في المريخ وهم أيضا يتعرفون علينا وممكن أيضا الترابط يعني ممكن نجد أقرباء نعم أقرباء عوائل يعني هم يعيشون في المريخ فصلنا فصلنا نعم هم ممكن يعيشون في المريخ ونحن نعيش في الأرض وهم ممكن نحن نعود إليهم وهم يعودون إلينا ممكن يعني أقصد ترابط ترابط عائلي أي لأنه أريد أن أقول لك أنت الآن نجمة فيغا يعني هي هذه نجوم الأندروميدان وهذه كلها النجوم هذه نجوم الأندروميدان والبليديان هاي قريبا من المجموعة الشمسية انتبهوا ها تمام معنا صح أسر بمعنى وصلوا إلى المريخ ووصلوا إلى الأرض وعاشوا في عطار المريخ الأرض فهي هذه هذه الكائنات هي هذه يعني باعتقادي في حين أريد أن أقول باعتقادي أيضا مثلا كواكب حريات البحر وكواكب الأحصنة المجنحة هذه ممكن بعيدة جدا تكون أعتقد يعني الأحصنة المجنحة حريات البحر الكواكب الطيورية الحشراتية شوية فيها بعد هذه أعتقد أي بعد بعد عن المجموعة الشمسية ما أعرف كم بعيدة لكن أعتقد بعيدة أي ممكن بعيدة جدا ممكن بعيدة جدا جدا أي لكن هي هذه كلها موجودة بمجرة التبانة بالمناسبة يعني كل هذه الكائنات أقصد وهي عوائلنا هي كلها عوائلنا هي مجرة التبانة عائلة واحدة تقريبا أي مجرة التبانة العجيب أننا أسد لا نعرف الكواكب التي نسافر إليها يعني نمر على عدة كواكب ولكن أنا أعرف أسماءها في السفر أي يعني لازم مرر القادمة يعني نركز على لا ممكن تتسأليهم ليه أنت ممكن تسأليهم يعني وهي طيب ممكن هي حتى أسماءهم غريبة الكواكب أي يعني ممكن عندها أسماء غريبة هم يعرفوها أي تلاحظين تسأليهم تسأليهم تسأليهم